مرحبا بكم في أردن النشامة أخوة عرب مجتمعين دائما في بيت للكل بروح المحبة الأخوة والتكامل من مصر الكنانة وعراق الرافدين وفلسطين العزة والصمود أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بيت للكل وكما قال الشاعر يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت ربه المنزلي أهلا وسهلا بكم شكرا إبراهيم حقيقة لم نعد ضيوف في هذا البلد المملكة الأردنية الهاشمية المحتضنة حقيقة لكل العرب في كل زيارة أن نشاهد العديد من المناطق والمدن الجميلة التي تحتوي تاريخ وإرث وحضارة وثقافة وعبق هذه المدن الجميلة بما قدمت من منجزات مهمة على جميع الأصعيدة حقيقة زرنا العديد من المدن المهمة في إربد وأيضا في جرش ومأدبة وكثير من المناطق والمدن الجميلة التي تعبر عن جماليات الأردن ومناطقياتها التي دائما يتوحد الشعب بجميع المسميات وجميع المناطق من الشمال إلى الجنوب بالإضافة نتواجد اليوم في صرح مهم ومنطقة ومدينة تسمى مدينة الأوائل هذه المدينة الساحرة بكل ما تعني الكلمة حقيقة من الحجر إلى البشر بمعطياتها بجمالياتها بدفء المكان سوف نبحر اليوم في أجواء جميلة جدا في مدينة الصلط أكيد يا أحمد ومن فلسطين ثمت في ثنايا القلب سلام أبرقه من قدس الأقداس من نابلس جبل النار ومن جنين قلعة الصمود ومن خليل الرحمن إلى الأردن أردن النشامة رئة فلسطين وحجرة القلب وحدقة العين الشباب كلهم يعني في حالة من الشعر فإذا من ثرى مصر الحبيبة وقاهرة المعز سلام من القلب كل محبة إلى جمهورنا العزيز مشاهدين الكرام في الأردن في فلسطين وفي العراق نحن هنا نحاول في كل خطوة وفي كل حلقة وفي كل مكان أن نرسل إليكم خطابا واحدا خطابا يجمعنا جميعا كأشقاء عرب نرسله إعلاميا سياسيا رسميا وأكثر شعبيا بالتأكيد يا شافكي حقيقة اليوم نحتفل ونفخر ونبارك للأردن قيادة وشعبا بإدراج مدينة الأوائل الصلط ضمن لاحة التراث العالمي وهذا الإنجاز الكبير الذي سوف يترك أثره الكبير على البشر وعلى الحجر في هذه المناطق المهمة وحقيقة هو إنجاز كبير للأردن على جميع الأصعدة فتستحق الكثير من المدن المهمة بتاريخها وقدمها وتمر على مدار الإعوام بتمر أكثر من مئة عام ومدن تمر عليها أكثر من خمسة آلاف عام تستحق أن تتواجد خلال لاحة التراث العالمي بأن تتصدر المشهد التراثي والحضاري إذن يا أحمد من هذا الكلام الرائع حول إدراج مدينة الصلط على قائمة التراث العالمي نترك زميلنا إبراهيم يعرفنا أكثر عن هذه المدينة الرائعة وما فيها من مظاهر للتآخيمة بين الأديان وأيضا الروعة في رونق البناء والعمار